اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان يلهم اهل البحرين الصبر والسلوان واستذكر اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مناقب الفقيد الغالي التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والاسهمات التي شيدت صروحا من المنجزات الحضارية التي اسهمت في بناء نهضة هذا الوطن وقال سموه ان الكلمات تقف عاجزة عن وصف المسيرة الحافلة للمخفور له صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله في رحلة التفاني والعطاء التي سطرها خدمة لهذا الوطن الغالي وشعبه الكريم والذي كان محل فخر واعتزاز لأهل البحرين جميعا وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد فمنذ تولي المخفور له مهامه رئيسا للوزراء كان عضيدا لجدنا الامير الراحل المخفور له الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله تراه لبناء نهضة وتقدم مملكة البحرين وقد تواصل عطاءه رحمه الله بعد تولي سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلة البلاد المفدة حفظه الله مقاليد الحكم فقد كان المخفور له خير سند وخير معين للمواصلة على النهج الذي رسمه جلالته أيده الله لتحقيق كل التطلعات التي تسهم في السمرار الديمومة التنموية للزهار المملكة ولتوفير الحياة الكريمة للمواطن وختم سموه تصريحه قائلا إن مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فقدت قائدا ملهما ورمزا وطنيا ستظل ذكراه عطرة محفورة في أذهان جميع أهل البحرين لما قدمه من منجزات وطنية ساهمت في خدمة البحرين وتطورها وصون مكتسباتها وقد كانت جهوده المميزة رحمه الله شاهدة على عطائه الكبير لخدمة قضايا الأمة وتقديم المبادرات لحل القضايا الدولية والإنسانية